فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية أحسن الله عليكم ثم مضى المؤلف رحمه الله كما أشرتم يؤكد صحة الحديث يقول إنه محفوظ من حديث صفان بن عمر عن معاويه ورواه عنه غير واحد منهم أبو اليمان وبقية ورواه أبو داود وابن ماجة وغيرهم قال ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي المؤلف رحمه الله لكونه متمكنا في علم الحديث وهو متمكن في كل العلوم تقريبا ما من علم إلا وهو له باع فيه فمن ذلك علم الحديث فهو مبرز في علم الحديث فهو يقول إن هذا الحديث حديث افتراق الأمة إلى 73 حديث ثابت متعدد الروايات ورواه إن جماعة من الصحابة وخرجه إن جماعة كثيرة من الحفاظ فلا مجال للطعن فيه وهذا صفعة في وجوه هؤلاء الذين يطعنون في هذا الحديث الآن يريدون أن يبقوا على ما هم عليه لأن هذا الحديث يفلحهم نعم وهم يريدون أن يبقوا على ما هم عليه وأن كل من قال أنا مسلم فإنه من المسلمين ولو فعل ما فعل من الشرك والكفر والإلحاد يكفي أن يقول إنه مسلم بل يقولون من قال لا إله إلا الله نعم من قال لا إله إلا الله صار مسلما ولكن إذا صدر منه ما يخالف لا إله إلا الله ارتد عن هذه الكلمة فلا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقال باللسان وإنما هي لفظ ومعنى ومقتضى فلا بد من ذلك لمن شهد بالحق وهم يعلمون فلا بد أن يقولها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا فلا يكفي أن الإنسان يقول أنا مسلم والمسلمون ولو خالف من خالف هذا كما قال الشاعر إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إهمال الطبيبي وكون الأمة تبقى على جراحها وعلى فساد الفرق وعلى النحل الباطلة هذا يخرج الأمة عن دينها إن لم يقم أهل الحق وأهل الاختصاص بدعوة الناس إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى ما كان عليه سلف الأمة فإن هذا سيؤول بهم إلى التفرق والتشتت ولذلك أعداء الإسلام يشجعون الفرق الآن المنحرفة ويمدونهم بالمال والخبرات والتخطيط ليقضوا بهم على الإسلام الصحيح ويبقى الإسلام المزيف الذي لا يسمن ولا يغني من جوع